القضية الأساسية في العالم اليوم هي الحرب الروسية الأوكرانية ما هي رؤيتكم بشأن التواجد العسكري الروسي في البحر الأسود؟ حقيقة حسين هناك عدة نقاط يمكن سردها عندما يتعلق الأمر بالغزو الروسي لدولة أوكرانيا أولا ليس هناك أي مبرر لروسيا لشن هذا الغزو وهذا العمل غير قانوني لأنه مخالف القانون الدولي وتنتهك المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان لذلك لا بد من إهناء هذه الحرب ثانيا هذه الحرب تسبب في أزمة إنسانية كبرى في أوكرانيا وانتهكت سيادة وسلامة أوكرانيا ويجب أن يكون لنا موقفا قويا وحازما إزاء هذه الحرب يجب أن نعمل معا من أجل إرساء السلام برعاية المنظمات الدولية وكذلك أيضا تنفيذا لمبادئ القانون الدولي ثالثا هناك مشكلة الأمن الغذائي وكما تعلم فقد تم وقف العمل بموجب اتفاقية الحبوب بسبب انسحاب روسيا منها وهذا من شأنه أن يتسبب في ظهور عزمات غذاء في الكثير من مناطق العالم نحن بحاجة إلى قامة قنوات عالمية لتأمين وصول الغذاء إلى جميع أنحاء العالم وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المختلفة يجب أن يكون لها موقفا حازما في هذا الصدد من خلال فرض العقوبات كما يتعين على كل الدول التعاون مع أوكرانيا من خلال توفير المساعدات الإنسانية وغيرها من المساعدات وأن تعمل على ضمان إنهاء هذه الحرب غير مبررة في المستقبل القريب